طيب خلينا بما أن احنا يعني تحدثنا عن يوم عرفة واليوم هو يوم عرفة ولكن غدا الاحتفال بإذن الله بأيام العيد المبارك عيد الأطحى المبارك النبي عليه أفضل صلاة والسلام كان هو وأهل بيته يحتفلون بالعيد كيف كان الاحتفال في بيت رسول الله وكيف كان مظاهر الاحتفال المختلفة في المناطق العربية المختلفة إلا حضرتك سبحة هو دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بعض الجوار تغني فنهرهم سيدنا أبو بكر الصديق فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا يوم عيد والجوار التي كانت تغني كانت لا تقول كلما مثل هذه الأيام يعني فالغناء إن كان يدل على خير وليس فيه أي نوع من أنواع الاتزال سواء بالكلمة سواء باللحلة سواء بالجسد والطميل وغيره فهذا الأمر ليس فيه شيء وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم منعه وإلا ما كان نهى أبو بكر الصديق عن أنه يقول للناس بلاش في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإحنا مطلوب مننا في يوم العيد إن إحنا آه نغني آه نفرح آه نعمل بمظاهر العيد ولكن كل شيء دون ابتزال كلمة دون ابتزال يعني ما تخشش في مجال الحرمة مش الحرام يعني مش معناها ابتزال يعني أنت يعني أنت تغني وإنت مكتئب لا طبعاً لحدش قال كده ما فيش جنة وإنت مكتئب ما فيش فرح وإنت مكتئب وطبعاً نحن بتسمع حتى في هذه الأيام صراحة يعني بعض الشباب بيقولوا سواء من مصر أو البلد المختلفة أو اللندن ومن غيره يؤدوا أغاني دينية لها قيمة عظيمة جداً بل إحياء لسنة يعني في بعض الناس بتغني بتغني أغاني أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حث النبي صلى الله عليه وسلم على كذا وكذا وكذا ويؤديها في كلمات فتقول لني دي هذا غناء مكتزئ ده شيء عظيم جداً